رجعنا لحضراتكم معانا الأستاذ محمد من الشرقية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا دكتور نعمة الحمد لله فضل ونعمة الحمد لله ربنا خليك يا دكتور تفضل يا سيدي يا حضرتك أنا ليا السؤالين بس بعد إذنك تفضل يا فاند أنا ليا مبلغ عند أخويا وقد بقول حضرتك يا إيه واخده مني يعني بالي واربع سنين يعني ده واخده دين ولا واخده في معاملة مالية لا دين يا فاند يعني بتوقع في جنبه عشان يجوز ابنه وكده فأنت اديته فلوس على سبيل الدين على سبيل القرض يعني طيب وبعدين وبعد كده حضرتك يجي حصل مشاكل بين الحريم في البيت وهو قال لي منيكش عندي حاجة ويعني مش ما ترب المبلغ ده وطبع عشان هو أخويا الكبير يعني فانا يعني مش عايز أعمل معا مشكلة أو مثلا يعني يعني الأمر إيه يزيد ما بيننا لأكتر من كده نعم يعني فانا مش عايز أعمل إيه بصراحة الحاجة دي خلاص ده السؤال الأول يا سيد محمد السؤال التاني السؤال التاني حضرتك يا دكتور يعني يعني أنا ليا وانا دين من زوجة تانية ويعني ومعايا زوجة تانية ومعايا منها ثلاث أولاد دلوقتي طيب يعني الاتنين وكبار دوله دكتور معلش يعني بيشتبوا مقدرات سلم يا رب سلم يا رب ويعني وعد ستة وعشرين سنة وانا يعني لحد دلوقتي مش مستفيد منهم بأي حاجة فأنا خايف يعني يحصل لأي حاجة يعني يبادلوا أخواتهم أو يعملوا حاجة مع أخواتهم أو كده طيب فأنا يعني مش عايز أخذ بربنا أو مش عايز أكتب حاجة أو أعمل حاجة فحضرتك تقدر تفيد من في الحاجة دي حاضر انت عايز بتسأل أنا لو كتبت لأخواتهم التانيين اللي أنا خايف أنهم يبادلون ويأخذوا فلوسهم يأخذوا فلوس كلها ويضيعوا الفلوس كلها على المخدرات هل أنا ممكن أكتب لأخواتهم التانيين حيات تضمن لهم أنهم ما يحصل لهمش أي تعصر بعد الوفاء ربنا إن شاء الله يديك الصحة يا رب ده سؤالك فعندنا السيد محمد سأل سؤالين السؤال الأولاني أخوه اقترض منه قرض وبعدين بسبب الخلافات قال له خلاص ما لكش حاجة عندي ده أكل ما أموالي الناس بالباطل ولو كان ده أكل لكان هو مش بيطلب منه أنه عنده تعصر فبيقول له أصبر علي لا ده بيقول له على حسب سؤال السيد محمد قال له لا ملكش فلوس عندي ده قال عزب الله أكل أموالي الناس بالباطل وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اقتطعت له مال أخيه فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها ده نار بتلتهب مش أقولك إن هي تأكل فلوسك كمان مش أقولك إن هي ممكن تخلي حياتك تتغير وتتدمر لكن هقولك اتق الله سبحانه وتعالى أنت لا تستطيع أن تصبر على النار فرد الأمانات لأهلها هذا المال كان أمان عندك ولذلك ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك تو إذا كان أم ما خانكش وإذا كان بينك بخلاف فلا يجوز أنت لو أخذت هذا المال الله سبحانه وتعالى يجعل يوم القيمة الشخص اللي أخذ هذا المال ينغمس به إلى سبع أراضين فاتق الله سبحانه وتعالى ورد المال لأهله السؤال الثاني بقى السؤال الثاني بتاع السيد السيد محمد من الشرقية السيد محمد يجوز إن أنت تكتب لأولادك عشان تدخل في مسألة إن أنت بتأمنهم بتأمنهم من إيه زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال للشخص إن هو ممكن يأمن أولاده أن تظهر راستك أغنياء خير من أن تظهرهم عالة ولذلك إذا فعلت ذلك فليس هناك مشكلة في ذلك ويجوز إن شاء الله أن أنت تعطي هذا المال ما دمت مش عايز تحرم حد لكن أنت عايز تأمن أولادك من ما يحدث من تغيرات الزمان